نايمة الصبح و ما احلاني تجي بنتي اللي عندي تمسك لي ايدي تقول لي ماما في اتأخر الوقت و ما عملت لي اكلات مشان المدرسة قلت لنا تكرم عيونك خلاص روحي انت على البرات طلع الشغلات اللي حاببتيني اني عملك اياهون وانا بعد ما في بجهزهم بعد ما رحت عالمطبخ لقيت ان طلع الجبنة هاي ومطلع العجينة القولاش ما بعرفش بتحكوله نحنا بتركيا من الا يوفكا وقال بدي سيجارة بوراك جهزتنا السيجارة بوراك و كمان بدي تفاحة هي مطلع الشغلات طبعا انا يعني عم بعملها على هواء شو بدي فتحتل البنادورا ع الطريقة اللي فيه كتيرين طلبوه مني انه تصير ع شكل وردة هاي مشاه المتابعين كمان الطريقة هيك عملت وبالعلبة صرت حطل السيجارة بوراك والتفاح والبنادورا طبعا رشيت على التفاح شوية ليمون لانه عم يصيروا سود وهي بتفكرون خربانين كمان الدانينو والعصير وبحبكن البنتي مبارح كله رفقتها عم تجاكرة وتحكيلها انا امي بتبعتلي اكلات اطيب من اكلات اللي بتبعتلك ياهن امك امي بتعارف تطبخ اكتر من امك وهي مزعوجة كتير و بتحكيلي ماما بعتلي اكلة تكون مميزة و فرجيها انه امي شو بتعملي شغلات فعملتلي الفاهيته ولفيته بخبزة التورتيلة و كمان شويتها بالشواية اصمتها بالنص مشان التعمير فقتها و تفرجها انه انا بعرف اعمل اكلات اطيب عكل حال كمان حطيت لبردقانة و كم حبت الوز هيك يعني فوائد عديدة بتعرفوا للطفل و معها صير وبحبكم كتير و باي عملتلي الولاد مقالي على فطور و بنتي فائت متاخرة حكتلي ماما مبلح اكل ممكن تلفيلي صندويشة مقالي اخده معي ولا ما بيصير كيف ما بيصير نحنا بسورية كتير كنا ناكل صندويشة المقالي و نعشقها كمان فعملتلي اياها دهنته بشوية كاتشاب بعدين مايونيز و شوية خاس طبعا ما حطت بقلبة باندورا مشان ما تترك كتير هون قشرتلي التفاحة كمان و قصمت الصندويشة بالنص بلكي يعني حب حدا ياكل معاها و كمان حطتلي الباندورا لحال ذاكروني اذا انتو كمان كنتوا تاكلوا صندويشات مقالي بسورية ولا لا هلا انا حطتلي فجل ما حدا يضحك علي لانه الفجل كتير طيب مع صندويشة المقالي و بنتي من عشاء الفجل و كمان عصير و باي اما شو مقلب صار فيني صدقا لا يعلق عليه بنتي كانت عمت نقفه قراسي ماما عمليه شي حلو و شي اكله مشان اخده معي على المدرسة المعلمة حكيت لنا في حفلة و انا شجعت كتير و رحت عملتلي الكاكة مع انه كنت عبانا قلت خلص يعني اتصلت بالمعلمة و قلتلي فيه شي فيه هاك شي ولا ما فيه المهم عملتلي الكاكة و ابوه اجا اخده بالسيارة وقف عباب المعلمة عم يعطيه الكاكة و المعلمة عم تطلع فيه شو فيه عم يحكي لامو انتو قلتو جيبوا شي من البيت اهم ضحكت قال امو هلا احنا كنا عم نحكي بالسيارة بس البنت فهماني علي غلط و قد قللي جوزي انه ما كان فيه حفلة صدمت لانه صدقا ما كان جاي مني اعمل ولا شي احب كتير مثل العادة قاعدين انا والبنات عم نفطر الصباح فجأة بتطنط واحدة من بناتي وترعبنا قال ماما عرفت شو بديك تحطي لنا اليوم للمدرسة شو بديك يعني حطيها بنتي قال شوفي هذا السميد اللي عم ناكله و العلبة تبع الكريمة الجبنة شوفي جبنة الكريمة المهم ادهني لنا كتير رح تطلع طيبة فواحدة منهم حبت كمان حطي الله مربة عجيها وهيك لزقهم ببعض وقصهم بالسكينة كتير يعني فكرة لزيزة وطيبة وجربوها لولادكن مش على المدرسة برح تحبوها اكيد ويحبوها ولادكن كمان حطيت الله حبت برتقالة فيا فيتامين سي للاطفال لكل العالم فيا فوائد هون عم مضبطهم بالعلبة كمان كنت عاملة الكيكة بالطنجرة الطريقة موجودة بتلاقوها بالفيديو اللي قبلها صحتين عوافق انتوا شو بتحطوا لولادكن بالعادة لك بعد ما خلصنا فطور انا والبنات وايجيت لميت السفرة اجت لعندي بنتي قالت شفتيني عن فطور ما اكلت شي صح ايه والله ما اكلتي قال بدي تحطيلي نفس الاكلات اللي كانوا على الفطور مش عن المدرسة بيد مسلوق وسجق ولبنة واشتغلات تكرمي بسك تعالي تعالي مو مره حطيت لك بيد مسلوق مش عن المدرسة وصرتي تنصخري علي قال والله في رفقاتي عم يجيبوا بيد مسلوق وعم اشتهي كمان انا بدي قد تكرمي فحطيت الله بيد مسلوق ولبنة طبعا ما شويته كتير لانه اللبن بتعرفوه بتنشف وقطعتين كوكيز كنت عاملتهم وفشلوا هنه ما فشلوا بس كنت مقربتهم كتير مع زيتون وسجق كمان وعصير وكم فرمت بنادورا قال بنتي ماما من فترة لاحظت عرفقة اللي بتعت جنبي معهم تجيب اكل معاها من البيت وعطول من الدكان بتشتري سألت ليش ما بقت جيبي اكل قال ماما تعباني وما عم تحطي اللي اكله وانا يعني عم تعطيني مصاري بس فهي كتير كانت زعلانة على الفيئتها لهيك اليوم حسبت حسابه وحساب الفيئتها بالاكلات عملت لهم صندويش فيهم سجق وجبنة وشوية كتشوب عندهم من المدرسة قال بس بيحطوا شوية كتشوب ويعني بشمموها ريحة السجق بس فالمهم بعدين احطيتهم بهاي العلبة شوي واسعة وحطتين شوكولات مشان الزاكيرة تقوى عندهم صابع البسكوت المالحة وتفاحة مع عصرة ليمون مشان ما يصير لون اسود عصير اثنين لرفقات ولانه اليوم تلج طبعا المدارس عندنا كانت معطلة والولاد مصرين ينزلوا تحت ويلعبوا فانا قلت لهم خلاص روحوا لعبوا بس سمكوا اواعي وما تطلعوا انتوا لابسين اواعي ريئة قال ماشي رح نلبس اواعي ونسمك اهم الشي انت تحطي لنا كم اكله مشان اذا جاءنا نحنا عم نلعب ناكلهم حسبت حساب التنتين وقلت لهم يلا روحوا وما تفرجوا لي وشكن من الصبح قاعدة بنتي بلا فطورو عم تدرس شفت هلكاني وتعباني حبيت اعمله توست زعتار كتير بتحبوه ولاختها عملت سجق لما رحت لعنده تفاجأت شفت من نزلي على التليفونه برنامج او تطبيق اسمه جوتمات عم تعمل مسائل وتحل عليه تلا ما بيصير هيك قال ماما هاد كتير ساعدني بتحللي المسائلة فورا انا هيك بحطها عالشاشة وشوفي كيف الجواب فبنصحكم في بحبكن ركدوا بناتي التنتين كل واحدة مسكتني من ادني وصاروا يحكولي ماما ليكي بنتخالتوا عنا شو رايك تحطي لنا هيك اكلاتنا كلهم نحنا الى ثلاثة على اساس نحنا بالمدرسة وعم نلعب تلون تكره معيونكن طبعا يعني هلنا جوعانين لهيك حطي تلون ماكارونا مع لبن ورشة نعنع مع بابريكا موحدة كتير هون كان في عندهم شوية اكلات جايب لهم ياهون ابوهون حطي تلون من كل نوع ثلاثة ثلاثة اول شي فتحت السوت بورغر اللي كتير بحبه انا عشقي والكندر ما تصدقوا اذا حكي لكم انا يعني اذا جوزي بيجيب للولاد بيجيب لي حصتي لحال لانه انا كتير بحب النقرشات هون اللي تشيبز فتحت لهم كمان ثلاثة كياس خلطت لهم ليهون مشان يعكلوا سوائزة كل واحدة اشتهت شغلة وثلاثة عصير مع شوكو معالق وابنتي اللي صغيرة صارت تبكي تلت لبنات يروحوا بسرعة ضبوا غرفتكن لمانا ما جهز لكم اطيب وجبة بهذا الوقت اللي انتجوا عانين فيه فورا رحت عالمطبخ انا وهن رحوا عالغرفة عملت سناك البطاطا ع طريقة حبيبة قلبي لولو وهون يعني بعد ما شكيت كل البطاطا بيعود رح ارجح فوقن سوس كاتشوب اي شي انتو بتحبو وعلى الطرف الثاني رح حط جبنة بالدوب وكمان يعني جبنة مبروشة فوقن على فرن مايكرويف اي شي يعني متوفر عندكن ودقيت لكم هادا تيتوز حطيتو فوق وطلع يعني عنجت شي بشهي يعني تقريبا عم اعمل لهم وجبة مدرسية بس انو بالبيت وهون عم حطلهم اليالانج اللي كنت عملتو مبارح مع بسكوت السمك اللي انتو سميتو هايك وسبريز يمرطا وتيتوز وسكرت لهم العلو وعم يستنو هون لحتى يجوا يأكلوا هون كتير بحبكم شو رأيكم بالوجبة هاي كتير بحب اعطي افكار للكون مشان تستفيدوا حبايبي فجأة حسيت البنات مطالع صوتهم رحت على غرفتهم لأشوف شو عم يعملوا شفت بنتي اللي كبيرة قاعدة عم تدرس اختها اللي صغيرة وهيك يعني فايتين بالجو رحت على المطبخ جهزت لهم قطيب اكلات مكافئة لقيلهم لانه عم يدرسوا بدون ما انا حتى قيلهم حطيت لهم على الوفل نوتلا وموس وكمان شوية اكلات يعني هنم اللي بحبوهون ورح قيلهم اذا ضليتوا هاي كل يوم للكون قطيب شغلة وقطيب اكلة من تحت ايدين الواوا بهاي العلبة حطيت اول شي مارشميلو وبعدين الجيليبون وكمان شيزي بسكوت مالح منشان هيك يعني اخر شي اكلوه فاشو رأيكم بالفكرة ان شاء الله يضلوا هايك على طول بحبكم لاحظت باخر كمي يوم انه انه ما بتاكل كل اكلاته وبترجع لنصهم واحيانا كلهم تلع تعي احكي لي ليش ما بتخلص كل اكلاتك المام المصاري اللي بتعطيني اياه نعم اشتري فيه الاكلات وباكلهم بالمدرسة لما بجي اكل الاكلات اللي حطيتيني اياه بلاقي حالي شبعانة الى هيك يا باكل شوي يا اما ما باكل شي فلذلك التلع تكرم عيونك خلاص انتي من يوم ورايح رح حطلك اكل قليل الا اذا انتي حابة كدرلك حطي تلع اليوم سندويشة لبنة وخيار مع بنادورا اللي بتحبهن كتير وكمان عصير والحلو البارد اللي عملته مبارح في كتير عالم حبوه وكمان برتقانة وابعرف اذا اليوم رح تخلصون ولا ترجعلي العلبة متلك المرة انتو شو حطيتوا لولادكون شو رأيكون يعني حط الله مصاري ولا لا تحبكون كتير باي واخيرا رجعت المدارس بعد اسبوعين عطلة العطلة الانتصافية متل ما بتعرفوه ومبارح بجروب بناتي تبع المدرسة شو حكو لنا قال اليوم بس ثلاث حصص عندنن لذلك شو عم اعمل عم اعمل لون سناك ما يضلو جوعانين وكمان ما يجوني شبعانين لانه رح اعمل لون فطور اكيد كان عندي شبس حشيتوا باللبنة مع رشة نانا و بابريكا ما تستغربوا بناتي كتير بيحبوا الاكل الحار والاصابع المملحة كمان عندي هذا الوفل وحطيت اللون موز ما هصير صحتين وعوافي بحبكم فاقت بنتي الصباح واجت عم تحكيلي ماما اليوم شفت بالمنام اني عم اكل بورجر بالمدرسة قلت له ليكي ما بيمشي علي هيك الاعيب عم تمزحي ولا عنجد قلت لي لا عم امزح يا ربي طوبة 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 بس ما ما بدي تعمليلي بورجر شو رايك فا طبعان عملت لي البورجر ميح كان عندي خبز وكان عندي هاي شو اسمه اللحم المفرومة كمان عملت انا على ايدي وقشرت لي كيوي حطيت لي اياها بالعلبة مع شوية مشبك او شو بتحكولو هادا اضايف صحتين وعوافي يا رب بحبكم لاحظت باخر كم يوم انه بنتي ما عم تاكل كل اكلاته وعم ترجع لي نصهم احيانا كلهم فقلت لها تايحكي لي ليش ما عم تخلصي اكلاتك المام المصاري اللي عم تعطيني اياهن عم بشتري فييون اكلات وباكلهم بالمدرسة لما بجي لا اكل الاكلات اللي حطيت لي اياهن بلاقي حالي شبعانة لا هيك يا باكل شوية اما ما فيني اكل شيء بل يزالك قلت لها تكريم عيونك انتي مليوم رايح رح حطيلك اكل قليل الا اذا انتي حابة كدرلك حطيت اليوم صندوية لبنة مع خيار وبنادورة اللي هي كتير بتحبون وكمان عصير والحرو البارد اللي اللي عملتم بارح كتير عالم حبو وكمان اه بردانة ما بعرف اذا اليوم رح تخلص او رح ترجع لي العلبة مليانة مثل كل مرة المهم عوافعة قلبة ترجمة ناناتي مجرعة 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 هيا يتجون مجرعة مجرعة